يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعوا برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى بتبحشوني جداً من الأسبوع للأسبوع ومتعودين دايماً مع بعض أن كل حلقة بنفتح موضوع جديد بيهمنا وبيهموك ويمكن بيبقى فيه حتة كده غمضة وبنحب أن احنا يعني نلقي الدوق عليها الحقيقة أنا شايفة أن السوشال ميديا اقتحمت حياتنا بشكل ملحوظ جداً أنتوا شايفيني عمالة إيه دخل على البوستات كلها لغاية آخر دقيقة وأنا دخل على الستوديو كل دقيقة فيه جديد وكل دقيقة فيه ترند يقولك شفت الترند اللي من خمس دقايق شفت الترند اللي من أربع دقايق يعني أنا دلوقتي مجرد مكتب ترند كده يطلع لي كل الأخبار الترند الترندينج طيب بعد ما كانت علاقتنا بالمشاهير يعني إحنا تفتكروا كنا بنشوف المشاهير في إيه كنتنا بنشوف مسلسل نتفرج كده عليه النجم مسلسل نلاقيه مثلاً في برنامج تلفزيوني بالعافية بيتكلم عن حياته جزء صغير جداً من حياته ونبقى عندنا نهم وشغف وبقى نفسي أعرف بيعمل إيه في البيت ولاده وشكلهم إيه بيتحامل زي مع أمراته إحنا كبني قدمين طبعيين يعني فكنا دايماً إحنا بنجري يعني بنجري وراء المعلومة ويبقى فيه غمود وبنحاول نكشف الغمود ده في حياة المشاهير عموماً يعني دلوقتي وقيس فجأة بقينا نلاقي حاجات خاصة جداً جداً منشورة على السوشيال ميديا يعني لسه اليومين دول زوجة النجم كبير هوب بوست فجأة بعد ما كان قابليها فيه تريندينج اللي هو وهم بيحبوا بعض وهم في عيد جوازهم وفي عيد ميلاد أولادهم الله طب ما إحنا شايفينكم لسه البوستات جميلة وتريند معرفش عمل إزاي وحاجات طب سيبونا يعني سيبونا حتى بعد الانفصال نقول إحنا حاج يعني يعني أبتدي أنا أقول إيه يمكن حصل كذا يمكن حصل كذا كانوا زمان بيخلونا نشغل مخنا هو ده التريند يا جماعة يعني أعرف إن التريند ده أغنية جديدة مكسرة الدنيا أغنية وصلت للعالمية مثلا مليار مشاهدة على اليوتيوب فتحس اللي هو ده التريند لا ده كمان بقى فيه مشاكل يعني أسخف وأصعب يعني أقول المشاهير هو دي ضريبة الشهرة إن حياتهم على الملأ معين على فكرة هم اللي بيخلقوا حياتهم على الملأ طب لو رحنا بقى فيه جروبات كده مش عايزة أقول أسميها بتلاقي جروبات كده للبنات والستات فجأة دخلت على جروب قلت إيه أدخل أشوف يا بنت يا إيمان بيقولوا إيه في الجروبات دي يعني طبعا خلي بقى لك الجروبات دي مش آي حد بيدخل يعني لازم بكتب اسمي والميل بتاعي وهم أكسبت ولا مش أكسبت يعني ماشي بس بقى أدخل بقى أدخل وعادي وبغامر وما فيش أي مشكلة عايز أشوف الستات دي بتعمل إيه فدخلت على جروب من الجروبات دي لقيت بنت عندها حاجة وعشرين سنة بتحكي قصتها هي وخطبها أنا أصلا وأنا بقى 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 القصة فيعني إيه اللي بدخلك بقى وسط الستات دي كلها أنت إيه اللي جايبك هنا يعني ليه فهل أصلا ركوب الترند دي حاجة يعني حاجة عادية خلينا بقى النهاردة بما إن أنا ليه بحكي اللفة دي كلها وقصة دي كلها عشان نقف عند حدود الحرية الشخصية بحكي كل الفضايح والترندات وركوب الترندات عشان نوصل إن أنا لي حدود في الحرية الشخصية وهل في فرق ما بين أنا حدودي أنا كبني آدم عادي وما بين بني آدم شخصية عامة يعني المزعين ممثلين المطربين كل دول شخصيات عامة فهل البني آدم الطبيعي ليه حرية شخصية غير البني آدم المشهور أو الشخصية العامة عموما في المجتمع عايزة أقول إن برضو كان فيه بنت نجم كبير برضو حلقة شعرها زيرو قامت الدنيا وما عادتش وانتي إزاي عاملة كده وانتي 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 وأبوكي إزاي كده هو راجل نجم كبير في التمثيل وبرضو ما سابوهاش في حالها ما سابوهاش في حالها غير لما طلعت دافعت عن نفسها وأبوها دافع عن بنته كل الناس بقت مجبرة دافع طب هل أنا مجبرة دافع عن نفسي في حاجة أنا نزلتها يعني نفترض أنا دلوقتي حلقت شعري أو غيرت جسمي أو عملت أي حاجة وحطيت صورتي هل أنا كإيمان مطالبة أن أنا دافع عن نفسي ليه طب ما أنا حر ليه أدفع عن نفسي ليه وأخرج وأقول للناس لا أصلاً كنت أقصد أعمل كذا أصلاً شعري تحرق يعني يا حرام حبيبتي هي طلعت قالت أصلاً كان شعري تحرق من التصوير وأنا وأنا هي مش مطالبة تدافع عن نفسها أنا لو ما كان أنا مش هدافع بس من كتر الإسفاف والشتيمة والغلط اللي بيغلطوه في المشاهير يعني بيضطروا يطلعوا يدفع عن نفسه